ومجهود من نوع آخر بذلتها غادة راجب بأغنيتها كل الحب ده اللي من خلالها عادت للساحة الفنية بحسب ما تابعته في الجزء الأول من لقائنا معها بحلقتنا أمس ولأن أمس انتهى كلامنا مع غادة وزوجها عبدالله حسن عند العام اللي ارتبطوا فيه الليلة بنتعرف على اللي صار بعد الزواج هات صوري زمان قبل الجواز وشوف صوري دلوقتي عامل ازاي وانت تعرف غادة بتعمل ايه في المطبخ من هنيه ابتدى عبدالله الحديث عن طب غادة اللي غير لحياته بعد زواجهم يعني بتطبخ بفن يعني مش مش مجرد ده على ده وخلاص يعني لأ يعني لما بتنوي الله أكبر بقى صح حين الصبح هتعملي إن أرض غير أنا حامل حمام بس بقى بس يبقى التغيير الأكبر اللي طال حيات عبدالله غادة وولادة بنتهم لينا في عام 2021 مسئولية غير عادية يعني مسئولية كبيرة كبيرة جدا 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 إن قدامك كائن بتحاول تشربه كل حاجة حلوة صفحة بيضة بتحاول تملاها بحاجات كويسة مبادئ كويسة تتعامل وده اللي هممني أكتر في التعامل معاها سواء مني أو من عبدالله تتعامل نفسيا وسيكولوجيا أهم إحنا كرجالة في حاجات كتير قوي مش هنفهمها جوه الست تحديدا في علاقتها مع الأمر لأن دي غريزة ربنا سبحانه وتعالى حاطتها إحنا مجرد إن إحنا يدوب بنساعد يعني أنا ممكن لو قعدت معاها نص ساعة يبقى الدنيا حلوة قوي إنما هي بتقدر تستحمل وبتعمل كل ده بحب مش 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 تفضل لا ده ده في غريزة بتحركها إنها تعمل ده ودي حاجة في كل الستات نخلينا يعني نعيش قدمين تحت رجليهم يعني وتحت رجلين أمهاتنا يعني بشكل عام وفي حاجات كان زبان الأهل شوية مش بيركزوا فيها إنه بصي منظرك عمل إزاي ده غلط يعني فيه وتفاصيل تانية كتيرة نفسية بتأثر على الطفل بيبقى فاكرها مهما كبر فبحاول أنا أبعد عن الحاجات دي وتفاهمهم في أسلوب التربية ينعكس أيضا على علاقتهم بالفن حفضل موجود معاها وحفضل دعم ليها وحفضل يعني نسبح ضد الطيار أنا وهي في إن احنا نعمل كلام حلو وإن احنا نعمل أغاني حلوة وإن احنا نعمل نصدر صورة حلوة للناس إذن هل ممكن نشهد لهم مشروع فني مشترك بالفترة القادمة؟ بالنسبة لمشاريع مع غدا أنا أتمنى أتمنى أنها توافق تغني من كلامي يعني لا يعني أنا أنا آه يعني آه وحفظ أغانيكي والله لا إحنا كان لنا غلوة حلوة نزلناها من فترة اسمها كلام كبار على فكرة نسيت أن أنا حتى أتكلم من شوية عنها دي مش الظلمت شوية وبانتظار تعاون جديد منهم عبدالله شاركنا بالأعمال اللي حضرها للأشهر المقبلة ممكن في رمضان يبقى فيه حاجة ليا بإذن الله يعني ربنا سهل يعني مش قادر أقولك إيه بالزبط لأنها هو لسه كلام فما تحولش بس بإذن الله يا رب الحق يعني عامل حاجة رمضان ده عندي قصيدة جديدة بقى اسمها مجنون ليلى دي يعني بعد أقولك بقى قالي خمس سنين فدي إن شاء الله برضو بصدد إن ننزلها بس قالين رب ما عرفش لسه هل أطلع أقولها ولا هل أقولها في حفلة ولا هل أصورها يعني لسه الفكرة ما خلصش بس أنا خلصت كتابتها